بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى احنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن حاجة مهمة جدا جدا فيما تقلق بالزواج وان احنا تكلمنا في حلقة التوافق والسعادة عن ظاهرة كبيرة جدا 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 وزواج البيزنس عايزين تفكركم ان الجواز اصلا بيبني على معنى رائق فائق مهم جدا جدا هو اللي بيرسم حياة الزواج كلها في قوله تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة اي شيء بقى بيخلي الجواز مفوش سكينة اي شيء بيخلي الجواز مفوش مودة ورحمة ويخلي الموضوع ده بيخلي الجواز ده بيروح نحية اي شكل من اشكال ان يبقى فيه حد الجواز هو محوره او يخلي الجواز خارج عن قدسية هذه الالاقة وجمال هذه الالاقة وقيم الزواج اعرفوا ان فيه خطر على الجواز النهاردة بقى هنتكلم عن ظاهرة تانية مش مقطوعة الصلة عن الظاهرة الثانية وكأن الظاهرة التانية دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل نبهنا اليها ان الجواز دايما لازم يكون في العشرة الحسنة واذا وجئ لما يكون في العشرة الحسنة ويكون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استوصوا بالنساء خيرة ولما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على الاولاد وبيتكلم عن سيدنا الحسن والحسين وبيقول أن الجواز لازم يكون فيه رحمة والرحمة نزلة من الزوجين على الأولاد ويقول للصحابة اللي هو بيقول له عندي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط حضرة النبي بيقول بيقول له ماذا أفعل إذا كان الله نزع الرحمة من قلبك هو قال له نزع الرحمة من قلبك لأن الجواز نزع منه أو الأسرة نزع منها الرحمة أركزه في ده قوي 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 النهاردة نتكلم في الظاهرة الظاهرة دي وكأنها ظاهرة قاسية بس احنا تهوننا فيها في الماضي القريب وتهوننا فيها في الوقت اللي احنا فيه وهي ظاهرة اسمها ظاهرة زواج الانتاج يعني ايه زواج الانتاج لازم نعرف في البداية حاجة مهمة جدا جدا عن الزواج ان العلماء اتفقوا وخاصة في عند السادة الشفعية ان يفصلوا الجواز عن عقود المعاملات يعني ايه يفصل الجواز عن عقود المعاملات بقى عندنا ربع العبادات عندنا ربع المعاملات عندنا ربع المناكحات ليه ربع المناكحات يعني وكأن الجواز اه صحيح في حقوق مالية بس هو مش جواز بيزنس ولا جواز بيمبني على العقد المالي فقط لكن ده في جزء مهم جدا وهو جزء العبادة فصحيح الجواز عقدي مالي ولكنه ليس عقدا ماليا محضا ولكن في جزء يتعلق بالعبادة المعنى ده الأصلي ده بيخلي الجواز محوره انه هو عبادة وتدخل عليه المعاملة عشان تأكد انه هو عبادة وتأكد انه هو للحياة ويدخل عليه الجانب المالي عشان يحافظ على العقد مش يبقى المال هو اساس العقد عشان كده عبر عن هذا العقد بانه سبحانه وتعالى ومن اهياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجة لتسكنوا اليها وجعل بينكم موادتا ورحمة يعني الجواز عقد ولكنه عقد خاص بانسا انا بسميه عقد الحياة الجواز ده عقد الحياة وعشان كده هنشوف ان الجواز ده كان اول عقد على الارض اللي كان ما بين سيدنا ادم والستين حوا وده عقد جاءت منه الحياة اللي هو العقد اللي كان ما بين سيدنا ادم والستين حوا هو العقد اللي جاءت منه الحياة كل الكلام اللي بقوله ده هنشوف أهميته بعد كده وإحنا بنتكلم في بقية حلقتنا والجواز على فكرة هو أكمل علاقة إنسانية وأول علاقة زي ما شرحنا قبل كده لأنها سبقت علاقة الأمومة والأبوة وعشان كده الشرع احتط يقول لك كده كل فقاء يقوله الشرع احتط في الفروج وفي الدماء ما لم يحتط فيه غيرهما ليه؟ لأن الفروج والدماء يعني الجواز والحياة ما لهم؟ لأنهم مرتبطين بالحياة وعشان كده الشرع احتط بيهم جدا 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 عشان نحافظ على الحياة وده شيء مهم جدا لابد أن احنا لتفت إليه إن الشرع احتط في الاتنين دولار لأنهم مرتبطين بالحياة شيء مهم جدا جدا لازم نعرفه الجواز عقد مقدس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحلالتم فروجوهن بكلمة الله فالنكاح علقة ما بين الرجل والمرأة فاختزال الجواز بقى في أي معنى غير المعنى الواسع الجميع للرقع ده يفسد الجواز زي ما اتكلمنا المرة اللي فات إن اختزال الجواز في هدف الربح حتى وكان الربح ده ربح نفسي اختزاله في مسألة الربح ده شيء غير صحيح الجيل ده بقى عنده مشكلة كبيرة جدا 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 في مسألة الجواز إيه بقى إيه اللي هو مشكلة الاندماج يعني صعب إن الجيل اللي احنا بنعيشه ده واللي احنا بنتكلم فيه واللي احنا كمان الجيل ده واتم أقصدش بيه بس الجيل الشباب بس كمان جيلي متجاوزين دلوقتي عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا في الاندماج في العلاقات فهو عنده مشكلة بعامة عشان هو بيتمحور حول ذاته وإحنا قبل كده قلنا إن احنا عايشين في الفردانية وبسبب عدم فهم الناس اللي مبدأ إن الجواز عبادة تنشأ ظواهر كتيرة جدا جدا تؤدي إلى بعض الانكسارات الزوجية اتكلمنا المرة اللي فاتت على زي ما قلنا عن ظاهرة مهمة جدا جدا وهي ظاهرة الزواج البيزنس وانا بنصح حضراتكم للمشافش الحلقة اللي فاتت يشوفها عشان تقدروا تفهموا التحديات اللي بتواجهنا واحنا بنتعامل مع الجواز تعالوا بقى ننتقل إلى الظاهرة المهمة اللي احنا بتكلم عنها الزواج يا سيدة له دور إنساني مهم جدا لا يستطيع الإنسان أنه يعيش بدونه اللي هو الدور اللي بيقوم بيه الجواز ده هو ايه الدور اللي هو بيقوم بيه ده اللي هو الدور الإنساني ده إن الدور الإنساني ده هو مش دور في الحقيقة دور بيلبي احتياج فيسيولوجي أو احتياج بيولوجي لا تدور بيتكلم عن فطرة إنسانية وده مش الدور الوحيد فلوه دور تاني بيجعل الإنسان يشعر بنعمة الله سبحانه تعالى إذا جاء سيدة بيبحث وبيحس الإنسان وبيساعد الإنسان على إنه يعيش التزان إنساني واجتماعي ومشي بس التزان بيولوجي فالجواز شرع عشان الإنسان يكون سعيد سواء كان الرجل أو المرأة وإحنا وصلنا لزواج الإنتاج من القافة اللي أصابتنا وهي قافة الفردانية